طيب طلعت اشعة سخيفة وقالت انه كولر قعد مع الادارة اللهم بقول لكم ايه انا قلت عايز مهاجم انتو ما جبتوش مهاجم طب خلاص انا مش متحمل مسئولية البطولة الافريقية يعني يا فندم يعني بما انتو ما جبتوش المهاجم ايه بقى انتو اللي تتحملوا النتاج في افريق هذا الكلام انا ماليش علاقة بيه دي كلام طلع على سوشيال ميديا وعي سوشيال ميديا بتكتب حاجات كتير على فكرة مصصح انا نفسي بتحط على لساني حاجات مصصح او تلايك بتقول حاجة ويطلع ناس تحط عنوين تانية وتطلع ناس في قنوات تناقش موضوع على لسانك انتو ما قلتوش اصلا لبجرد انه شاف عنوان او حد قاله تشوف مبارح شابان اقل ايه مثلا انا بدي مسأل اي حاجة يعني انما ده في العصر اللي احنا فيه مابقاش حد حد مهتم انه يتعمق في المواضيع كل الناس عايزة تجري تطلع تتكلم من على فوق السطوح كل حاجة يخدها من على السطوح كده ويطلع يتكلم ويدي اراء ويدي حاجات ويبني اراء والمعلومات كلها اللي بيبني عليها الرأي غلط لكن خلينا نتكلم في موضوعنا كولر ما قالش هذا الكلام وكولر لما سألت ناس في الادارة قالك ولا خالص خالص وهو على علم بكل المفاوضات اللي خاصة بالمهاجم ولما بنحنا بنقرض عليه الارقام حتى وارتفاعها هو بيجي في وقت من الوقات يقولك اكتر من كذا ما تجيبش يعني هو كمان كولر بجانب موافقته على اللعيب على فكرة وعنده كمان جانب اقتصادي مهم يعني تقوله اللعيب يتفرج على سيديهات او على متيريا للعيب يقولك ده قيمته مثلا 3 مليون دولار لو زاد عن مليون ونص دولار او 2 مليون ما تجيبوش دي مبالغة من النادي وحصل السنة اللي فات وحصل السنة دي برضو حتى في الانتقالات دي هو نفسه بيقول هذا المستوى الفني اخره كذا اكتر من كذا غلط ممكن يجيب لعيب كوالتي احسن يا لو هتدفع مثلا مثلا 4 مليون في موليكا ما احنا ممكن ندفع 4 مليون في لعيب اسباني ده رأي كولر باستمرار فالراجل متحمل المسؤولية كاملة ومن نادي ده النادي جاب 5-6 صفقات في يناير يعني كلها سجلت في القائمة الافريقية مروان واخرى ده عبدالفتاح وكريستو ومن تاني فكروني وقندوسي وكهربا رجع يعني في حاجات كتيرة جدا جاد في يناير وما فيش مشكلة فهذا الكلام اه القالي كان محتاج مهاجم ما جايش اوكي لكن الراجل متحمل كل المسؤولية بكلام ده غير صحيح ترجمة نانسي قنقر